مع تصاعد العملية العسكرية التي تقودها تركيا على شمال سوريا والعراق اتهم حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد الرئيس التركي بجر تركيا إلى حرب صعيا لتقويد الحركة الكردية قبل إعادة محتملة للانتخابات وانتقاما من خسارة ريف الأغلبية في انتخابات يونيو الماضي وأكد حزب الشعب الديمقراطي أن الهدف من القصف التركي هو منع وحدة أراضي الأكراد في سوريا والعراق وليس محاربة الإرهاب أعلن الجيش التركي أن حزب العمال الكردستاني قاتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم على كتبة للجيش في إغليم شرناق بجنوب شرق تركيا ويأتي هذا الحادث غدا تمقتل شرطين ومدني جنوب شرق تركيا في هجوم جديد نسب إلى حزب العمال الكردستاني وبدأت تركيا ضربات شبه المتزامنة ضد معسكرات لحزب العمال الكردستاني في العراق في إطار مواصفه رئيس الوزراء أحمد داود أغلو بأنه محاربة متزامنة للإرهاب من جهته قال صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أن الهدف الأساسي من العمليات العسكرية التركية الأخيرة في شمال سوريا والعراق هو منع ربط المناطق الكردية في سوريا والتصدي للمكاسب التي حققها الأكراد ميدانيا وسياسيا وليس محاربة داعش واتهم دمرداش رئيس التركي بجرى تركيا إلى حرب سعيا لتغويض الحركة الكردية قبل إعادة محتملة للانتخابات ويجري حزب العدالة والتنمية محادثات للعثور على شريك أصغر في إطلاف حاكم لكن إذا أخفق فسيدعو أردوغان لإجراء انتخابات جديدة يأمل خلالها أن يستعيد حزب العدالة والتنمية أغلبية وسبق أن عبر أردوغان عن ازدرائه لديميرداش بشكل واضح ترجمة نانسي قنقر